لا يكاد يوجد مجال اقتصادي إلا وغطته الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين دمشق وطيران 11 اتفاقية تعاون في مجالات النفط والزراعة والكعرباء والاستثمار والتبادل التجاري وأخرى للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 شكل نقطة تحول اقراء دعما لصمود الاقتصاد السوري في وجه حرب أتت على كل مقومات الانتاج قروض ائتمانية بمليارات الدولار توفرت خصوصا حاجة سوريا من النفط الإيراني طبعا العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العربية السورية هي علاقة استراتيجية وسياسية قوية حتى العلاقة الاقتصادية قوية عن مستوى لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يوقفت أي يوم بمساعدة سوريا والشعب السوري العقوبات الغربية ومصاعب التحويل المالية وضعف خطوط النقل عرقلت كلها النهوض بالتجارة بين الجانبين اجتماعات اللجنة العليا الإيرانية السورية قبل أيام عادت مشروع المصرف المشترك إلى الواجهة كوسيلة لمواجهة العقوبات ووضع مسودة استثمارات إيرانية ضخمة في إنتاج الطاقة الكهربائية تنعش أحد أكثر القطاعات تضررا في سوريا اقترعت إيران أن يكون هناك خط تماني آخر حوالي بمليار وأكثر يورو للاستثمار في مجال الطاقة إن كان نفط غاز وكله يصب في مجال الكهرباء أعتقد هذا سيكون مشروع بناء أو فكرة بناء خلال المرحلة المستقبلية اللجان الوزارية المشتركة وضعت مشروعات اتفاقيات تنهض بالتعاون الاقتصادي إطلاق مصرف وشركة تامين مشتركة وزيادة عدد الرحلات الجوية وتفعيل خطوط النقل البحري مشروعات تنتظر التوقيع خلال زيارة الرئيس الإيرانية الإرادة السياسية الصلبة لدى الحكومتين وحاجة سوريا وإيران إلى الارتقاء بتعاونهما الاقتصادي إلى مستوى الشراكة تسهل لدرجة كبيرة عملية الانتقال بتلك الاتفاقيات الطموحة إلى مشروعات تعاون يلمسه السوريون والإيرانيون في البلدين محمد الخضر دمشق الميادين